اشتركوا في القناة من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أنت توفنا مسلمين مؤمنين موقنين لا مبدرين ولا مغيرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا كانت الصحة نعمة وأمانة وإذا كان المرض محنة ومنحة فإن الموت رحلة لا نهاية فالموت رحلة أبدية ولكن ليست نهاية قال ربنا عز وجل في آي القرآن كما في صورة الرعد ولكل أجل كتاب وتأكد ذلك في آية أخرى في مثل قوله تعالى في صورة يونس في الآية 49 ربنا يقول إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون والآية المشابهة لهذه الآية نجدها في صورة الأعراف في الآية 34 فإذا جاء أجلهم فالأولى إذا جاء أجلهم والثانية فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون الأولى فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون إذا لكل أجل كتاب فالموت فراق الروح للجسد فالموت إذا ليست هي النهاية بل هي بداية الرحلة الأبدية منطلقها زوال الروح انتقال الروح من دار الدنيا إلى دار الآخرة فالموت ليس انتقالا من وجود إلى عدم ولكن الموت انتقال من وجود مؤقت في دار الدنيا إلى وجود دائم في الآخرة انتقال من الدار الفانية إلى الدار الباقية كل ذلك نعلمه يقيناً نعلمه إيماناً قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وقال ربنا عز وجل في آي القرآن يعلمنا كيف نحذر الزاد لرحلة الآخرة الدائمة قال وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين إذا علمنا بأن الموتى هي محطة انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة والدنيا قصيرة مهما طالت الدنيا قصيرة ولو طالت فالدنيا أقصر من أن نقصرها أتى أمر الله فلا تستعجلوه فكل آت قريب إذا علمنا ذلك لابد أن نحضر الزاد لابد أن نتهيأ لرحلة الخلود قال ربنا عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقال الله عز وجل في آخر ما أنزل في الآية متين واحد ثمانين من صورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يروى أبي العتاهية فهذا الشاعر يبين أن الموت حق من خلال ما استنبطه وما فهمه من آي القرآن فيقول فيما قال الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار وقال آخر أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا مفتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الأثر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فياسائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم غير حالنا إلى أحسن حال اللهم ارفع جميع الأوبئة عنا وعن البشرية قاطبة اللهم اصطرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعنا على طاعتك والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أعنبه لأه رسول الله حيّ على صلاة حيّ على صلاة اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استهوا استقيم ورحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ روسنة ولا أهلهم له ما في السماوات وما في الأرض منذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجع العاملين وطرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله رب العمد لله رب العمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله